وياه هلا والله بالجميع معكم الوجيه كفعالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية ارجعت لكم بالجزء السادس من سلسلة افلام خارج الصندوق هي السلسلة اللي نتكلم فيها عن افلام بافكار مميزة ومختلفة وخارج الصندوق بالرغم من انه الافلام المميزة قربت تخلص صراحة فالوما تبعت الفيديوهات السابقة ارجع كده بعد الفيديو بعد ما تشوف الفيديو وتضغط لايك وتضبط المظبيط ارجع القناة بتلاقي ايش قائمة تشغيل اسمها خارج الصندوق بها افلام مميزة جدا لا تفوت واليوم عزيزي الوجيه عندي لك اربعة افلام بافكار مميزة ومختلفة وخارج الصندوق كم مرة قلت خارج الصندوق المهم انها ان شاء الله راح تعجبكم فعلى السريع عزيزي الوجيه لا تنسى الاشتراك في القناة لو ما كنتم اشترك وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول والاهم من هذا كله اذا اعجبك الفيديو اتنسى تسوي لايك لانه مرة مهم وبيساعدني كثير غير كذا اربط حزامك ويا لبينة الفيلم الاول في فيديو اليوم هو فيلم ابسايد داون واللي نزل عام 2012 الفيلم هذا للامانة اكثر من شخص في التعليقات تبع سلسلة خارج الصندوق كانوا يكتبوا يا وجيه ابسايد داون انت كيف ما تقول ابسايد داون ترى مرة مميز وفكرة خارج الصندوق الفيلم والله اعرفوا تابعتوا من زمان ولكن شكرا لكم انكم ذكرتوني لانه فعلا مميز وخارج الصندوق لو سألتك عزيزي الوجيه ايش راح تسوي لاجل الحب يب ايش راح تسوي لاجل الحب في هذا الفيلم بطن القصة يقع في حب بنت لطيفة وجميلة وكيوت وكل حاجة ولكن يب في لكن ولكن البنت هذه من كوكب اخر والكوكب هذا كوكب توأم للكوكب اللي عايش في بطن القصة يا وجيه هذا خارج الصندوق ولا خارج الاستيعاب الله يرضى عليك ايش قاعد تقول انت اوكي اتفق معاك الفيلم فيه شوية لحظة مخب بس ركز معي اعداد الفيلم تقع في عالم او نظام شمسي مختلف عن اللي احنا عايشين فيه الفيلم هذا فيه كوكبين يعني كده كوكبين توأم قريبين من بعض مرة قريبين من بعض لدرجة انك تقدر تسولف مع الناس اللي في الكوكب الثاني السلام عليكم كيف حالكم هلو والله ايش الاخبار ولكن كونك ولدت في الكوكب رقم واحد معناته انه قوانين الكوكب رقم اثنين ما تنطبق عليك جاذبيتك راح تنتمي الى الكوكب اللي اسفل او الكوكب اللي انت ولدت فيه اذا طلعت فوق ما تقدر الكوكب راح يسحبك ينزلك انت حقي تعال يمكن فهمتوا بس انا قاعد نحاول ابسط لكم الفكرة على كل حال البطل والبطلة يقعوا في حب بعضهم البعض وبالرغم من انه كل واحد منهم في كوكب الا انهم يحاولوا يتقابلون ويحاولوا يقاتلوا لاجل هذه العلاقة الجميلة والغريبة في نفس الوقت ولكن قوانين الجاذبية اول شي تقف في طريقهم كل واحد كوكب ويبغاه لا تعال عندي ما بتروح عنده وكمان الحكومة والقوانين والطبقية المجتمعية تقف في طريق هؤلاء الاثنين فايش راح يعملون وكيف راح يقدرون انهم يعيشوا مع بعض بالرغم من انهم من كواكب مختلفة وانظمة وقوانين مختلفة الفيلم يا جماعة الامانة مميز جدا من ناحية الفكرة وفكرة جدا جدا مختلفة ويمكن انتم شايفين قديش مختلفة الفكرة يمكن اعتب الوحيد بس كذا شوية على جزئية الكتابة شوية يعني لو كتبوه بشكل افضل كان بيطلع واو وانا متأكد انه الفيلم كان تحدي مرة كبير لصناع الفيلم بالذات للكاتب والمخرج فكرة مرة معقدة فكويس انهم قدروا يخرجوا بهذا المستوى من الفيلم مرة كويس هذه قصة الفيلم وهذه فكرته تقييمي شخصي لهذا الفيلم او الفيلم ابسايد داون هو سبعة من عشرة ومصنف لمن هم فوق خمسة عشر سنة الفيلم الثاني اي اورجينز واللي صدر عام 2014 مثبت علميا يا عزيزي الوجيه انه بصمة العين هي نفس بصمة الاصبع كيف يعني اقدر اروح ابص معقد نكاحي بعيني اقول لك لا يا ظريف لا مو كذا اقصد انه لكل شخص بصمة عين مميزة فيه مستحيل تكون عند اي شخص ثاني في العالم ابدا مهما تشابهت الالوان مهما تشابهت الاشكال حتى لو كانوا تهؤم كل واحد منهم راح يكون عنده بصمة عين مختلفة تماما عن الثاني تعرفش يعني مستحيل يعني زيرو لايك نن نت انه ثاوزن دير مش بعد الف سنة بصمة عينك حقك انت الحالة حلو الكلام حلو الكلام في هذا الفيلم الخيالي والمميز واللي اشوفه واحد من اجمل الافلام اللي تابعتها في تصنيف الخيال بطل الفيلم يقابل بنت عيونها جدا جدا مميزة وجميلة ويقع في حبها واللي يزيد الطين بلى او يزيد الموضوع اثارة انه هذا الشخص اصلا عنده شغف في شكل العيون عنده شغف في العيون يحب يتفرج على اشكال العيون يحب يصورها ويشوف انها شيء مميز جدا ومعجزة عظيمة ولغز كبير في نفس الوقت هذا الشخص يا جماعة كمان عنده ايمان جدا بالعلوم ادمي ما يؤمن الا بالعلوم غير العلوم ما يؤمن شيء مثبت علميا اؤمن فيه مو مثبت علميا مع السلام العلم يقول انه بصمة العين مستحيل تتكرر عند اي شخص ثاني ابدا مستحيل علميا مرة وهذا الشيء هو مؤمن فيه كونه شخص مرة يعشق العيون ويعرف تفاصيلها الصغيرة والكبيرة ولكن ماذا لو يوما ما لقينا شخصين يملكون نفس بصمة العين نسخ لسخ نفس بصمة العين بالملي فايش راح يكون التفسير هل معناته انه في خطأ كوني كبير حصل او هل معناته انه في شيء غامض وجديد في هذا العالم يستحق الاكتشاف تخيل انه انت كذا يوم من اليام جالس ويدقوا عليك جهة حكومية يقولك حبيبي في شخص عنده نفس بصمة عينك بالضبط ويقدر يستخدم جواز سفرة ويقدر يسافر بس انه وجهه غيرك بس عيونه نفس عيونك انت ذا صح انت مغير وجهك نفس عيونك نفس لمعتها نفس دمعتها نفس كل تفسير دقيق فيها ايش راح تسوي عزيزي الوجيه يترك لك الكاتب هذا التساؤل الكبير بشكل تدريجي داخل القصة ويخليك تنتظر الاجابة فيلم جدا رهيب يا جماعة وراح يعجبكم اكثر لو انكم من محبي الدراما والرومانسية والخيال الفيلم مصنف لمنهم فوق 18 سنة وتقييم الشخصي لهذا الفيلم ثمانية من عشر الفيلم الثالث هارد كور هنري واللي صدر عام 2015 خلينا اختصر عليك هذا الفيلم وقللك انه فيلم اكشن ومغامرة وخيال علمي بتقول لي طيب وين العبقرية وين خارج الصندوق يا وجيه اكشن ومغامرة وخيال علمي ايش الجديد يب اتفق معك التصنيف اكيد ما هو مميز ولكن ركز في اللي بقوله لك الحين تخيل انه الفيلم هذا تم تصويره على طريقة منظور الشخص الاول او اللاعب الاول بمعنى انه كامل الفيلم راح تتابعه كأنك جالس تلعب لعبة على الجوال او على البليستيشن او على البي سي كأنك مازك سلاح ما تشوف اليدين او تشوف السلاح يعني فاهم منظور اللاعب الاول راح تجيش كل اللحظات وكأنك انت بطل القصة بتقاتل مثل ما البطل يقاتل راح تهرب مثل ما البطل يهرب بتقاوم مثل ما البطل يقاوم ولكن الفرق هنا انه ما عندك يد تحكم او ماوس وكيبورد التحكم يكمن هنا في مخيلتك لا قدرت تتصور الاحداث يعني بس انه الفكر انك تتابع فيلم كأنه لعبة في هذا الفيلم بطل القصة يصحى ويلقى نفسه في مستشفى كذا ويد صناعية ووحدة حلوة كذا تقوله هاي انا زوجتك وحشتني هو مدارش السالف انا مين ليش انا في المستشفى وكذا اشياء غريبة قاعدة صير من حوله كذا كأنه فاقد الذاكرة بس مش فاقدها كذا عنده تشوش في الذاكرة وكان عارف مين انا بس مش عارفني كأني اعرفك بس مش عارفكي الزبدا انه في اشياء كثيرة من حوالينه يحتاج لها تفسير ويحتاج لها اجابة وفجأة تتحول حياة هنري في المستشفى او تتحول هذه التساؤلات اللي مطروحة فوق رأسه الى كمية هائلة من الفوضى والاكشن والباركور وجرها بسيطة بسيطة من الكوميديا في محاولة لاستكشاف مين هو واشي اللي حصل له ومين هذول الناس اللي قاعدين يلاعقوه شوو فيه اللي صار فيه الفيلم اللي اماني جماعة كتجربة جدا جدا مميزة ورهيبة من ناحية انك جالس تتابع فيلم وكأنك قاعد تلعب لعبة بس مش انت اللي تلعب فيه شخص قاعد يلعب طوامين رهيب اكشن تصوير حقيقي مش لعبة غالبا يعني اكثر الناس اللي بينبسطوا عليهم من الناس اللي يحبوا الاكشن والناس اللي يحبوا الالعاب اللي يحبوا العاب الشوتر والعاب يعني اللي فيها طلاق رصاص واكشن وكذا راح ينبسطوا على هذا الفيلم غير انه الاحداث كمان مرة مشوقة والادرينالين راح يرتفع معك الى مستوى جيد ورح تحس انك متحمس مع احداث الفيلم الفيلم مصنف لمن هم فوق 18 سنة وتقييمي الشخصي له هو 7 من 10 الفيلم الرابع والاخير فيفيريوم واللي صدر عام 2019 اعترف لكم يا جماعة قبل اعطيكم رأيي عن هذا الفيلم واحكي لكم قصته الفيلم كثير من الناس ما اعجبهم بل انهم شافوا انه ما لوا اي معنى وما ضيعت وقت ناس كثير قالوا عنه كذا اصبح بالنسبة لي الفيلم مرة مرة حبيته تابعته ثلاث مرات حس انه الفيلم كده جمع كل الكوابيس المرعبة اللي ممكن الواحد يتخيلها ويحطها في فيلم واحد بطريقة جدا غريبة ومرعبة وغير مريحة على الاطلاق تماما العزلة التكرار الروتين الممل جدا السجن اللي ما فيه سجان اللانهائية الحياة المزيفة يا سادر ايش الرعب ذا فيلم مرعب بطريقة غريبة هذا جوي انا احب الافلام الغريبة اللي زي كذا افل انبسط عليها قلت لكم تابعته ثلاث مرات شي غريب يا جماعة ورعب نفسي من نوع مختلف غير انه فيه فلسفة في الفيلم ورسالة جدا جميلة فهمها من فهم وجهلها من جهل قصة الفيلم عن زوج وزوجته يروحون الى مخطط سكني جديد على امل انهم يلقوا بيت العمر ويعيشوا فيه في سبت ونبات ويجيبوا صبيان ويخلفوا بناه ولكن لما يوصلون الى هذاك المخطط او هذاك المجمع السكني الضخم جدا يلقون نفسهم ضايعين في متاهة من البيوت المتشابهة وتبدأ تجبرهم طبيعة هذاك المخطط او المجمع السكني انهم يسووا اشياء غريبة يعني فجأة يلقون طفل داخل كرتون مكتوب جنبه رسالة ربوه كبروه كيف تصرفوا غير انه الاكل هناك غريب الريحة غريبة الهواء غريب كل شي في هذاك المكان جدا غريب فكيف راح يخرجون من هذاك المكان او هل راح يقدرون يخرجون من هذاك المكان اخصن بالله يا جماعة على انه الفيلم هذا مرة تعيس ومخيف وغير مريح على الاطلاق زي ما قلت لكم الا انه في شي مميز فيه في شي مميز خلاني احبه يمكن ما قدرت اوصفه لكم في بداية الفيديو او في بداية وصفي لهذا الفيلم في شي مميز في هذا الفيلم خلاني احبه غير اني سوات فيديو كامل اشرح واحلل فيه كل دقيقة وكل مشهد في هذا الفيلم ياب لهذه الدرجة عجبني لا وزيدكم من الشعر بيت عشان اقول لكم قديش الفيلم هذا مميز وغريب بالنسبة لي الفيلم تقييمه خمسة ونصف من عشر على موقع ام دي بي انا اعطيته سبعة من عشر وحسته يستاهلها فعلا وغالبا وبالنسبة كبيرة ترى ما رح تفهمون شي من الفيلم يمكن نسبة يمكن كله ما تفهمونه وبينتهي الفيلم وانتوا تقولوا and what now ولكن في حال وصلتوا لهذه المرحلة من التساؤلات وما عجبكم الفيلم وتبغوا تفهموا ايش سالفته اروحوا على قناتي تلاقوا فيديو يشراح كامل الفيلم من اوله الان اخره بكل تفاصيله فجرب تتابعه انت كمان يمكن يطلع جوك زي جو كده نحب الاشياء الغريبة قبل تتابعه برضو اعمل حسابك ترى الفيلم مصنف لمن هم فوق 18 سنة فيه مشاهد ملعبة نفسيا ومؤذية للعين والاذن وقد تتركك في حالة ذهنية غريبة بعد متابعة الفيلم فعمل حسابك يب هذه كانت الاربعة افلام من الجزء هذا في سلسلة خارج الصندوق الى هنا نكون وصلوا لنهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول ولا هم من هذا كله اذا اعجبك الفيديو اشوفكم في الفيديو القادم اوكي عزيزي الوجيه الكل راح باقي انا وانت في نهاية الفيديو فيه ناس حسبوا ان الفيديو راح ومشيوا بس انت ضليت لانك تحب الوجيه حتى انا احبك خلينا اكون معاكم صريح يا جماعة محدثكم الوجيه حصلت له بعض الاشكاليات مؤخرا في مجال العمل والشركة للامانة انهت خدماتي وحاليا انا بلا عمل ما في سبب معين ولكن اللي انا متأكد منه انهم طردوني او طلعوني من وظيفتي لاني شخص مشتهد اكثر من اللازم اداهم لهم بدري اشتغل لهم في الويكند اشتغل لهم في الفجر اشتغل لهم في الليل اشتغل لهم في كل الوقات وفجأة قالوا يب انت من ضمن الاشخاص الاستغنين عنهم ترى من جد ما امزح مما علين من هذا الكلام الرزق على الله بتمشي الامور حاليا انا زي ما قلت لكم بلا عمل وقررت اتفرغ لصناعة المحتوى الى ان القى فرصة او وظيفة مناسبة فلو تحب ما هو ضروري وله اجباري وله الزامي مرة عادي وجودك الى هذه اللحظة من الفيديو ترى يعنيني الكثير هذا اكبر دعم فلو تحب تدعمني وتدعم القناة خلال هذه الفترة الصعبة راح تلقى رابط في صندوق الوصف ادخل عليه ما هو شي ضروري وله شي الزامي زي ما قلت لكم ولكن لو حصل راح اكون جدا شاكر ومقدر الى هنا نكون وصلنا لهاية الفيديو الحقيقية كان معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم